إن كل مسلمين وكل عربيا على وجه الأرض مسؤول عن فلسطين وملام إن قصر بالدفاع عنها وإن النار إن أحرقت فلسطين فإننا سنحترق بلا ريب إن أهل فلسطين إخواننا وإشقاؤنا ولهم علينا وعلى العرب كلهم وعلى المسلمين جميعا حق الشقيق على الشقيق إن هذه الأرض الحبيبة أرض فلسطين هي وطن العرب ووطن المسلمين ولها عليهم حق الأوطان على أهلها وإن فيها من ذكريات البطولة والمجد ما يهز القلوب ويثير العزائم بل إن تحرير فلسطين دين وعقيدة تسترخص في سبيله الأرواح ويبذل في سبيله كل نفيس فالقضية جهاد في سبيل الله وما كان لله فهو المتصل وهي قضية حق والحق لا يضيع وللباطل جولة ثم يضمحل وقد اتفق علماء المسلمين أيها الإخوة على أن الجهاد يكون واجباً إذا احتل العدو بلداً من بلاد المسلمين على أن يبدأ أهل البلد الذين احتله العدو فإن لم يكفوا فعلى من يليهم من جيرانهم الأقرب في الأقرب والجهاد فيه قتال بالسلاح وفيه إمداد بالمال وفيه مساعدة باللسان والقلم وفيه رعاية لأسر المجاهدين وهكذا فإن كل مجاهدين يقف في الميدان وراءه العشرات الذين يعدون له السلاح والمال والعتاد والنقل ويرعون الأهل هؤلاء جميعاً مجاهدون إذا كانت نيتهم صادقة وكانوا يسعون لإعلاء كلمة الله تعالى ألا ليشهد العالم كله أن فلسطين أرض العربي والمسلمين لا يتنازلون عن شبر منها لمخلوق لأن في تنازلهم عنها تنازل عن دينهم وتنازل عن عربيتهم وتنازل عن إبائهم وشرفهم وهذا ما لا يكون قط أو تبدل الأرض والسماوات ناس آمنون في مساكنهم التي ورثوها عن آبائهم أو اشتروها بحر مالهم جاء من لا يأبل لعن فوعد بها عصابة من أخس اللصوص ثم أسكنهم فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا